اكد الجيش في زنبابو استلاءه على السلطة في هجوم يستهدف ما اسماهم بالمجرمين المحيطين بالرئيس روبرت موغابي ولكنه قال ان البلاد لا تشهد انقلاب عسكريا مؤكدا ان الرئيس واسرته بخير وترى ضابط في الجيش بيانا مقتضبا عبر تلفزيون الرسمي فجر اليوم الاربعاء قال فيه ان ما يقوم به الجيش مجرد استهداف للمجرمين المحيطين بالرئيس موغابي البالغ من العمر 93 عاما مشيرا الى انه حالما تنجز المهمة سيعود الوضع الى طبيعته وكانت تقارير افادت بان ثلاثة انفجارات على الاقل سمعت في العاصمة هاراري فجر اليوم كما وقع تبادل لاطلاق نار كثيف وانتشرت مركبات عسكرية وجنود في الشوارع وسيطر الجيش على هيئة البث الوطنية زد بي سي والقى الجيش القبض على وزير المالية ايغناشيوس تشومبو الذي يعد عضوا بارزا في جناح بالحزب الحاكم وكان قائد القوات المسلحة كوستانتينو تشيونغا هدد قبل 24 ساعة بالتدخل لانهاء حملة تطغير ضد حلفائه في الحزب الحاكم كل ما نريده الان ونأمله هو السلام نحن لا نريد اي شيء يعكر صفوح حياتنا ما يحدث الان يمكن ان يؤثر بشكل خطيرا على الوضع المالي في زمبابوي هذا لم يكن في السابق لم يلزمنا احد بما يجب علينا فعله الحكومة دافعت عنا دائما